موسيقى موسيقى اتفقد السنان ده شيء خاسق جداً وفي مهن معينة وممكن تفقد سنانك في ثانية فيها زي الملكمين زي لعبة الكرة لعبة الكرة على الفكرة بفقدوا سنانهم مثلاً هنا وبص اوبا استضامة دي الاستضامات دي بتبقى يعني طبعاً ده مين ده؟ ده يعني باير ميونيك فقط سن فده ده اعتقد ده في أتلتك ومدريد اه وده برضو بص هوبا رح ما طير وشه ده خميس ده خميس روتريجيس دقريباً فيعني طبعاً يعني مأساة طبعاً فقد السنان يعني حاجة فظيعة ولين طبعاً جودين وده يعني برضو ده جوش ده دعيب وستهام يونايت طبعاً ده هوبا طبعاً مرسله رح مطير سنة ميسي ماشي أنا بتاع ريال فعادي بس ميسي حبيبي برضو يعني بص يعيني ميسي لا ميسي محدش لازم يشوفه اللي يزعل عليه يعني يزعل اي حاجة تصيبه فقد سنة في ثانية وطبعاً مرسله ده اللعيب يعني خميس هم بتوعى الدفاع كلهم بتوعى ريال ما داريت كلهم داريبهم مضررين فرح واكله كده يعني يعني بيحاول يلحى الكرة ورح يعيني واكله طبعاً اللعيب لابا بيوفق السنة مو عظم لعبة الكرة زلعين سنانهم على فكرة فعشان بس الناس تفهم طبعاً وبيتعرضوا لضرب جامد جداً وزلع بتبقى كويسة عشان كده القضية هل الزراعة فعلاً بتتحمل ولا لا الزراعة تحتاج يعني تدقيق تحتاج إلى ضمير مهني ودقة شديدة جداً لأن الزراعة الغلطة فيها بجون بجون يعني ايه هنفهم مش جون ده جون تاني خالص ألم خسران سنان تآكل فك كوارث طبعاً في مصرنا الحبيبة فيه ناس محتاجين مش زراعة سنة ولا اتنين ولا تلاتة القصة أكبر من جداً تعالوا نعيش هذا الإحساس مع الزراعة في معلومات وزي ما بقولوا يعني قلب مفتوح في الزراعة ايه هي الخبايا بتاعت هذا العالم مع ضيف العزيز دكتور رحمد الأفرص فيه مشاكل كبيرة في الأسنان ممكن ما تكونش مرتبطة بأنا زي بنختار الشكل زي بنعمل الدزاين مفيش تجميل بدون علاج الأسنان لها وظيفة هي أهم من كونها شكلها كويس تجميل الأسنان ليه قواعد أهمها ما يكونش فيه أثار صحية سلبية بتنتج عن الأسنان أو اللسى بعد تجميل الأسنان غلطة في طب الأسنان التمن بتاعها بيكون غالي فيه بروتوكول معين للموضوع ده لو الشخص اللي بيدور لأن الموضوع ده فيه مشكلة يعني فيه حاجة من الحاجات دي بتتعملش يعرف ان النتيجة مستحيل تكون مرضية قوي الاختيار والمناقشة الكاملة حوالين حالة التجميل هي عايزة ايه وإيه المناسب لها ده أهم حاجة وضع خطة علاجية مصبوطة بالجلسات والوقت والتكاليف وكل حاجة دي برضو من الحاجات المهمة والالتزام بالمعايير السابتة والبرتوكول السابت في كل مرة بنامي فيها تجميل الدكتور أحمد القفاص أخصائي تجميل الأسنان مؤسس كابتال دانتال كلانك لتجميل الأسنان عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان ضيف العزيز دكتور أحمد القفاص أخصائي تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان أهلا بيك دكتور أحمد دكتور أحمد عايزة بدأ الأول إيه اللي يحصل لو واحد فقط سنته السابعة؟ طيب أنا كان فيه بس التقرير اللي هو بتاع اللعابة الكورة هم بتخلطه شفت جديد راحة لعابة الكورة أي شخص ممكن يتعرض لفقدان سنة تطلع بالكامل بالجدر بتاعها هنقول بس النصيحة بتاعته على طول أنه هو يمسك السنة من الجزء اللي هو الكراون مش الجدر ويحاول يحطها في لبن ويتوجه لأقرب دكتور أستادي يقدر يساعده ممكن السنة دي ترجع مكانها هي هي تين الله ممكن تتزرع هي هي في مكانها تاني بس تشوف الدكتور اللي عنده المعرفة بالموضوع ده ده بينجح ولو يعني في أقل من 6 إلى 12 ساعة ممكن تتلحل تمام الموضوع بقى بتاع فقدان السنة اللي هو وتطنيق أولا أسباب فقدان الأسنان يا دكتور أيمن دي حاجة مهمة لازم نقف عندها التساوس الناس ما بترعيش موضوع التساوس غير أما يوصل للعصر بيبقى فيه ألم بيصحيني منه وناس كتير ممكن تروح لأماكن مجرد يعمل لها تحنيط للعصب مش علاج عصب وحشو جزور ومادة بلاقيها في حالات كتيرة يا دكتور أيمن محزورة تقريبا في كل العالم وموجودة عندنا في مصر تشتغل عادي ومش عارف إزاي الناس بيحنطوا العصب مش بيشيلوه ويحطوا حشوة ويعملوا عليك جزور كامل فيها شوية حاجات تانية مجرد أنها بتضيع الوجع فيها تشكيلة كبيرة من مواد والمادة دي المفروض ما تشتغلش بيحصل إيه؟ بيحصل أن أنا الوجع راح وبطلع أقول على الدكتور ده أحسن واحد في الدنيا وما يصرفش عليها بربع جنيه خمات ولا بربع جنيه خبرة ولا تعليم الموضوع ده في غاية الخطورة إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل خراج في خلال من سنة لسنتين وبيفقد الدرس وبيفقد العظم كمال اللي حوالين الدرس وبيقى في ألم فضيع جدا وتقى زيارات طوارئ واتصالات في نص الليل علشان الناس حد يلحقها الموضوع ده في غاية الأهمية يعني موضوع بتاع تحنيس العصب أو عدم إجراء حشو عصب مظبوط والاعتماد على مواد تسكن الألم بس وتسيب موضوع العصب ده يحصل فيه اللي يحصل فيه بعد كده ده أكيد موجود زي في المحافظات موجود في القاهرة بس موجود في حيطة القاهرة مش مديدة نصر ومصر الجديدة والمهندسين وزايد لا القاهرة فيه مقامة فيه مصر عتيق أو الجيارة والسيدة عيشة والسيدة زينة لازم المريض يفهم هو بيحصل له إيه حق المريضة دكتور أيمان أنه يشوف الأشعة بتاع الدرسه قبل حشو العصب وبعد حشو العصب ويتأكد أن حشو العصب وواصل لآخر الجدر ومظبوط ومحطوط كويس ما هو ده سبب لو اتعامل كويس بالذات حشو العصب هيقلل الحالات اللي محتاجة زراعة يمكن لخمسين في المائة دكتور أيمان احنا تقريبا نص الحالات اللي بعملها زراعة هي حالات سبق علاجها علاج عصب مش مظبوط وخلاص كومبليكيشن فيها رهيبة جدا فهنشلها علشان ما عادش نافع فيها حاجة ونحط زراعة فورية أو نعمل زراعة يبقى التساوس أما السنة التساوس هتعالجها فين وهتعالجها إزاي حاول تفهم حاول تعرف أنت رايح تعمل إيه وبتعاملك إيه بالزبط وهل تعاملك ده مظبوط وعلميا مظبوط ولا أي كلام وحاجة عشان تمشي وخلاص والوجع يروح مشاكل الأسنان في مشاكل كبيرة في الأسنان ممكن ما تكونش مرتبطة بألم ودي ممكن تكون مفاجئة ممكن يكون عندي مشكلة كبيرة جدا ومفيش ألم مش يحصل فيها ألم غير كمان سنة أو سنتين أو ست شهور على حسب مناعتك وعلى حسب صحتك العامة وحاجات كتيرة جدا طيب موضوع بقى الزراعة إحنا قلنا التساوس قلنا الأمراض المزمنة زي السكر ممكن تؤدي الفقدان أسنان كتير الحوادث الفقدان الطبيعي في ناس بتتولي يا دكتور أمام ما عندهاش أسنان معينة في الفك يعني أشهرهم درس الخامس تحت على التحت والسنة رقم اتنين فوق دول في ناس كتير بتولد ما عندهمش الأسنان دي يبقى سواء الموضوع طبيعي أو فقدان أسنان أو تساوس أو حوادث هنلجأ للزراعة فقدنا هنلجأ للزراعة بصفة أساسية عندي مشاكل في العظم مشاكل العظم بتتحل عندي مشاكل في الجيوب الأنفية مشاكل الجيوب الأنفية بتتحل أنا مش عايز زراعة دكتور تعمل تركيبات بس يكون عندك سبب مقنع قدام نفسك وتكون مقتنع باللي أنت أو عارف أنت بتعمل إيه أنه أنت بتعمل تركيبات علشان مثلا الأسنان مساوسة كلها فإحنا كده كده هنبرض الأسنان عشان عاملين فيها حشو عصب وهنعمل كبري بدل ما نعمل زراعة أو تكلفة إضافية على الفاضي سبب مقنع ومنطقي لكن لو أنا عندي فقدان لدرسه واحد سنة واحدة سنتين وباقي أسنان اللي حواليها سليمة وعايز أروح أبرض السنان للشمال واليمين المكان الفاضي ودخل وكبر المشكلة ومعوضش عظم الفك في المكان ليه أعمل في نفسي كده نقبل منك كده لو التكاليف بتاعت الزراعة مش مناسبة ليك هنعمل ده كحل مؤقت وممكن بعد قدام شوية نفكر في موضوع الزراعة لكن أنا مش عايز زراعة عشان بخاف منها مفيش الزراعة إجراء أبسط من الخلع من الخلع وأبسط من حشو العصب الزراعة مش عايز زراعة علشان عملها مش عارف مين وما نفعتش أو عشان عملها غلط وما تعملتش بالبرتوكول المزبوط وما عوضلوش العظم وعمل برضو اللي هو أي حاجة على بسرعة كده وخلص موضوع الزراعة دلوقتي مش بس تعويد لسنة ولا اتنين لا إحنا ممكن نتقول أيمن نعوض فك بالكامل من خلال الزراعة نتائج ممتازة ديورابلتي عالية أو يعني أنه استمرارية وما فيش موانع لحاجة خالص هتعيش بأسنانك المزروعة بالزبط زي الأسنان الطبيعية بدون أي موانع فبعض الحالات في التجميل ممكن ندي موانع الزراعة مفيش اعمل كل حاجة ممكن تعملها على أسنانك الطبيعية إلا طبعا لو عندك عداد أصلا هي غلط هنمنحها على الطبيعية والمزروعة والتجميل وكل حاجة إيه السوبروريتي أو العلو كعب الزراعة للتركيب الزراعة الكويسة ما بتعوضش فيها الأسنان كعدد بس يعني التركيبة بتعوض الأسنان كلا أنت شايفه بالعين عدد شكلا شكلا لكن موضوعا ما بتعوضش حاجة العظم سايبينه زي ما هو اللساء سايبينها زي ما هي في حالة إنه هو سن واحد أو درس واحد فإحنا برضنا شمال ويمين إحنا عملنا عملنا مشاكل كبيرة علشان نعمل تركيبة لكن الزراعة هي بتحل كل المشاكل وبعدين نعمل زراعة وهو ده الفرق الجوهري يا دكتور أيد دي الزراعة دي الزراعة هروح على المكان ده طيب المكان ده يعني في الفيديو ده كان كويس يعني فيه عظم وهنحط الزراعة طيب لو ما فيش عظم هنبني العظم الأول لو محتاج زراعة تلاسة هنعمل زراعة تلاسة فإحنا بنحل المشاكل كلها الزراعة دايما بتحصل في وسط سليم فلازم كله يتعالج الأول وبعدين نعمل زراعة ساعات بنقدر نعمل خطوات مع بعضها زينا نبني عظم ونزرع في نفس الزيارة أو ساعات بنكون عايزين نبني عظم ونستنى فترة 3-4 شهور وبعدين نعمل زراعة لكن الفرق بين التركيبات واضح إحنا بقى خلاص سبنا ملناش دعوة بقى حاجة خالص وسبنا عظم الفك ده يلتأم وطبعا عظم الفك ده يحصل له دمور علشان هو مش سبرت بجدر يعني مش مدعم بجدر من جدور الأسنان وجدور الأسنان هي اللي بتحافظ على عدم دمور عظم الفك ودي حاجة مهمة ومظهر العجز اللي بيظهر عند عند الناس بدري فعلا هنا في التركيبة بدأ العظم يتأكل دايما احنا عايزين نقول برضو معلومة دكتور أيمان مستوى اللاسة عشان الناس حتى اللي بتيجي تتكلم على انا عايز مثلا اعمل تجميل لللاسة مستوى اللاسة مرتبط بمستوى العظم بيكون اطول من 2-4 ميلي من مستوى العظم يعني انا ماينفعش مثلا لو انا عندي جامس ميل كبيرة قوي ومتخيل ان انا هعمل اللاسة بالليزر وبس ممكن في بعض الحالات احتاج اشي العظم كمان علشان اللاسة تقدر يعني ما ترجعش تاني المستوى بتاعها يعني انزل مستوى العظم كمان من التركيبة هنا في التركيبة خلاص انا عندي ال V shape او U shape اللي حاصل ده اللي هو في قدران العظم ويطوله بقى الكراون اللي في النص دي الحلول بقى دكتور أيمان اللي بدايني جدا هو في المرحلة دي المريض بقى عنده مشكلة ان هو ايه بيدخل اكل تحت التركيبة وعمل له مشاكل اللي هو ما يعرفش ما هو شايف الصورة دي هو ما شايف العظم بتاعه هو بيشتكي من دخول الاكل بس حتى التركيبة فيقوم الدكتور عامل له يبارد له اثنان تانية ومطول له الكراون اللي في الفاضي ده يطوله له علشان يقفل له المسافة بيزود المشكلة اكتر لو الصورة بتاعت الكراون الطويل ده هيحصل فقدام بس مش بقى عظم كمان فوق الكراون بس هيحصل كمان على جنبه من الجنب كمان يعني مشكلة تتفاقم بكتير جدا الزراعة بقى في حالة زي كده بتيجي في الاخر خالص نضطر بعد ما مرت بالموضوع ده والتركيبات ده بتقوم 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 بسنين برضو يعني مش هيعمل كده ويحصل موضوع ده في سنة ولا اتنين الموضوع ده هيحصل في سنين كتير لكن الصراحة والمنطق مع المريض انك تبقى عارف ان انت هتقوله والله احنا نعمل التركيبة دي وهتمشي وحل كويس هيعود معاك 10-15 سنة بتاعت حضرتك بعد 10-15 سنة هل هينسبك الكلام ده ولا هتضطر نأجله ويبقى فيه تزبطات كتير عشان نعرف نسرع زبط العضة زبط العضة دي حاجة في منتهى الاهمية في التجميل وفي الزراعة وفي اي نوع من انواع التركيبات التيم جي او المفصل اللي هو بتاع الفك ده ليه وضع مريح ليه وضع ريستنج وليه وضع ما احنا بنشتغل او يعني بنتكلم او بنضغ الريكوردزي لازم تتاخد وليها طريقة معينة ان احنا نعرف علاقة الاسنان ببعضيها في حاجات من الحاجات الجديدة زي السيريك او الكات كام يا دكتور ايمان فيه ابديتس على السوفت ويرز الجديدة ان هو بيعمل بيعمل مقاسات للعد لكن مقدرش ياخد المقاس المتحرك بياخد المقاس السابت فبينفع في التركيبات اللي هي فيه اسنان خلفية زبط الموضوع هي قريدي بتعضي مظبوط فهناخد الريكورد على السابت لكن حالات زراعة الفك الكامل حالات التركيبات المعقدة واللي هي فيها تجميل على الزراعة نعمل تجميل قدام وهنعمل زراعة وراء الحالات دي لازم ضبط العضة بمقاسات معينة وليها حاجة كده حاجة اسمها فيسبوك حاجة اسمها سيمي أرجسي بالأرتيكيد شوية حاجات كده هوت لو الحاجات دي ما تعملتش التركيبة هتبقى أو النتيجة هتبقى سيئة جدا 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 الناس الكبار في السن ايه الجديد له زراعة الفك كامل زراعة الفك كامل الناس الكبار في السن ليهم ثلاث اختيارات أسوأ واحد فيهم الطقم المتحرك اللي هو القديم ده بيعمل تأكل في العظم ويعمل مشاكل واجتماعيا كمان بيقعوا مشاكله كبيرة جدا في حاجة اسمها زراعة فوق أو طقم فوق زراعات ان احنا عندنا مشاكل كبيرة قوية دكتور ايمن مثلا في الجيوب الأنفية مع حالة مرضية كبيرة متقدمة زي السكر فمش عايزين نرفع جيوب أنفية ومش عايزين ندخل في القصة دي فبنحط زرعتين لأربع زرعات في المنطقة الأمامية وبنعلق عليهم طقم متحرك بس بيثبت على الزرعات دي وبيعيش ثابت وكويس وكل حاجة أحسن حاجة في الدنيا بقى أنك تعمل استعادة لكامل عضب الفك استعادة لمن أربع لتمن تركيبات زرعات في كل فك ده أقل تقدير أربعة وأقصى تقدير تمانية وتعمل عليهم تركيبة ثابتة بيعض عليها وبيعيش بيها زي السنين القديمة بالزبط بدون أي مشاكل والموضوع ده بيحصل كتير جدا يا دكتور ايمن ونتائجه مزهلة وهدك معالح هي أضافة هائلة لنا سعيدني طبعا بجمهاريتك وبسلوبك الرأى وأكيد أنه اليوم اللي هنتكلم فيه طب الأسنان معك هنفتح كتير جدا من الملفات المغلقة وأنا أعتقد أنه السيزون ده أنا هخليك تفتح كتير من السندي السوري إن شاء الله إن وقتنا دكتور ضيف العزيز واحد من سوبر السرز هذا المجال المجال لطب الأسنان دكتور أحمد الأفاص أخصائي تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان كان مبدعا كعادته في واحدة من الأهم حلقاتنا في السلسلة مهمة جدا في عالم طب الأسنان خليكوا دايما مع دكتور ترجمة نانسي قنقر